يراقب أحمد لوحة الإعلانات المخصصة لمرشحين تخابات البرلمان الإيراني إلا أنه لم يحسم أمره بعد لأي المرشحين سيصوت ولأي التيارات السياسية سيعلن تأييده الانتخابات مظهر من مظاهر الحرية في إيران وتعتبر المشاركة فيها وظيفة شرعية ووطنية لم أتخذ قراري لمن سأصوت بعد إلا أنني سأعطي صوتي للمرشح الأنسب بالتأكير أما شيرين الطالبة الجامعية فترى أن مشاركة جيل الشباب في الانتخابات مسؤولية مهمة على أن يصوتوا لمرشحين يملكون في جعبتهم برامج تلبي طموحاتهم وتسهم في حل مشكلاتهم يجب تقوية الاقتصاد وحل مشكلة السكن فهي أبرز وأهم المشكلات لدى جيل الشباب يرفع المرشحون للانتخابات هذا العام شعارات جلها يلامس مشكلات المواطن الإيراني واحتياجاته اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً أهم برامج الانتخابية دعم الشباب والاهتمام بالنظام التعليمي في البلاد والتوجه نحو تحقيق العدالة في النظام التعليمي وأرى أنه من المفيد جداً التركيز على هذه الجوانب في مجتمعنا لا شك أن المواطن الإيراني يهتم ببرامج المرشحين الداخلية والتي لها علاقة مباشرة بأوضاعه المعيشية إلا أنه في ظل العدوان الإسرائيلية على غزة يولي برامج المرشحين الدائمة للقضية الفلسطينية ومحور المقاومة أهمية استثنائية مالك عابدة طهران الميادين